المنافسة متواصلة والنتائج متفاوتة بين الأندية في دور نجوم العراق سيناريو جديد وحكاية أخرى يرويها لنا ملعب أمانة بغداد تحت عنوان الجولة العاشرة من دور المحترفين والتي أحد أبطالها الأنيق والعميد فالطلبة تراه يثابر من أجل الاجتهاد في أول نسخة للمحترفين أما نظيره الكربلائي لم تكن نتائجه ملبية للطموح انطلقت المناظرة بين الخصمين في جزء المواجهة الأول بين كر وفر وسجال فلم يقف الحظ مع الطلاب حتى نهايته لينتهي سلبيا لم يختلف شوط المدربين عن سابقه رغم تكثيف الطلعات الهجومية للطلبة والتي روضها الكربلاء العنيد للخروج بنتيجة قد تهون من التعثرات الأخيرة التي رفقت فنقطة من أرض الخصم أفضل من لا شيء 90 دقيقة ضاطين ونضيع فرص نحن دائما نعزيهان مشخص من العام هي حالة اللمسة الأخيرة نشوف نحن حالة داخل الستياردات وخارج الجزاء وداخل الجزاء يجينا فرص وما قاعد نستغلها قاعد تتأثر سلبيا يعني يشوف الفريق مجدود يعني هالفريق اليوم من دخل يحصل ثلاث نقاط وهو مجدود المفروض أنت لاعب محترف وما تنشد لازم تلعب بزكاة تلعب واجباتك تطبقها بحظافرة حتى تقدر تفوز نقطة من أرض المنافس يعني تحسب جيدة فريق الطلبة فريق محترم كادر تدريبي لاعبين أعتقد كل لاعبي عادوا من إصاباتها بس نقول لحنا الحمد لله فريقنا بنقص بعض اللاعبين مو مستوهم أعتقد جهد مباراة الجوية يأثر على هذه المباراة جمهور بملعبة حصلنا عن نقطة نقول الحمد لله والشكر علينا أن نراجع نفسنا إن شاء الله عندنا مباراة أمام بغداد ننسى مباراة الطلبة نعوب بالمباراة الجاية إن شاء الله مسلسل هدر النقاط لازم الأنيقة وخرج بتعادل غير منصف لكنه أنصف العميد وعاد إلى دياره وبجعبته نقطة ثمينة بطعم الفوز من بغداد نور صباح العراقية الإخبارية